عدق الله العظيم أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات نحييكم من هنا من أشرف البقاع وأطهرها من بيس الله الحرام حيث ننقل لكم شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة عبر قناة القرآن الكريم والقنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة في هذا النقل المباشر من هنا من بيت الله الحرام وكما تشاهدون أيها الأحبة جموع غفيرة حرصت منذ وقت مبكر للتواجد في هذا المكان الطاهر لاغتنام اللحظات الإيمانية والمنح الربانية والتزود بالخيرات والطاعات في هذا المكان الذي يمتلئ نوراً وبركة يغتنمون شرف المكان في هذا المكان في خير البلاد وأحبها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيت الإله ومهبط الرحمات ومثابة الإنسان في الأزمات هي قبلة للمسلمين قلوب المسلمين بقربها وعلى النحيب وخاشع الأصوات من كل جنس والجميع مهلل رغم اختلاف النطق واللهجات ثوب الجميع يلفهم ببياضه ببساطة في مظهر وسمات خرجوا من الدنيا وعافوا زخرفاً وأتوا بأبسط حلة وحياتي البيت يجذبهم لطاعة ربهم وأذان إبراهيم في الفلوات يأتون قد تركوا تجارة أرضهم لتجارة تنجي من الآهات الدين والإيمان خير تجارة ربح ونعم الربح بالجنات ويغتنمون شرف الزمان في هذا اليوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس يقول عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه فاللهم وفقنا وجميع المسلمين لإدراك هذه الساعة وموافاتها وهم في خير الشهور في شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن شهر الخير والبركة فهم يغتنمون هذه الأوقات بجلائل الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله وتدنيهم من رحمته ومغفرته ورضوانه يغتنمونها بجلائل الأعمال هنا من طواف وسعي وصلاة ودعاء حركة لا تعرف الهدوء في هذا المكان وفي آخر جمعة من هذا الشهر المبارك وكما تشاهدون أيها الأحبة المسجد الحرام امتلأ بالمصلين منذ وقت مبكر والجميع هنا في انتظار الخطبة التي سوف يلقيها معالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن من عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام يذكرهم فيها بواجب أو ينهاهم فيها عن منكر يستمعون لعظاتها الطيبة ويتعلمون أمور دينهم ويتناصحون فيما بينهم بالخير ويبقى هذا الدرس في نفوسهم ويتناقلونه فيما بينهم ويسمعه المسلمون عبر هذه القناة في مشارق الأرض ومغاربها أرى الآن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله سبحانه من إلهٍ عظيم المواهب والإحسان شرَّف شهر رمضان بالفضل والغفران والعتق من النيران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اختص العشر الأواخر بتنزُّل القرآن وأعظم ليلةٍ في الأزمان ليلة القدر فيها تتنزَّل ملائكة الرحمن وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله قدوة المشمِّرين في الليالي الغُرِّ الحسان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته البررة الكرام الأولى شدُّوا للفوز بالعفو والرضوان والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما هبَّتن سائم العشر بعوابق الجنان أما بعد فيا عباد الله خيرُ ما استكنَّ في الجنان وثرَّ به اللسان الوصيَّة بتقوى المولى الرحيم الرحمن فاتقوا الله رحمكم الله في السرِّ والعلن وأصلِحوا من أنفسكم ما ظهر وما بطن فعليك تقوى الله فالزمها تفُز إِنَّ التَّقِيَّ هو البهيُّ الأهيَبُ وَاعْمَلْ لِطَاعَتِهِ تَنَلْ مِنْهُ الرِّضَى إِنَّ الْمُطِيعَ لِرَبِّهِ لَمُقَرَّبُوا أيها المسلمون الصائمون في هذه الآوينة الشريفة من الزمان أناخت أمتنا الإسلامية منذ بضعة أيامٍ مطاياها بين يدي عشرٍ عظيمة مُبَجَّلةٍ كريمة بالخيرات جميمة وبالفضائل عميمة تلكم هي العشر الأواخر من رمضان يغشاكم فيها برحمته الرب الغفور وتفيض أيامها بالقربات والسرور وتنير لياليها بالآيات المتلوَّات والنور معاشر المسلمين ومن فضل المولى الكريم سبحانه على هذه الأمة المحمدية في هذه الأوقات الشريفات أم فضلها على غيرها من الأمم السابقات بليلةٍ شريفةٍ في قدرها عظيمةٍ في أجرها لا تشابهها في الفضل والشرف والمكانة أيُّ ليلةٍ أخرى من ليالي الدهر وتتجلَّى هذه الليلة المباركة ويصطع نورُها في العشر الأخيرة من ليالي رمضان المبارك وبها تُباهِي العشر غيرها من الليالي وتُفاخِر فهي غُرَّة هذه الليالي وشامتُها إنها ليلةُ القدر التي أنزل فيها القرآن وفيها تُكتبُ الأرزاق والأقدار والآجال من لدن الملك المُتعال وما أدراك ما ليلةُ القدر ليلةُ القدر خيرٌ من ألف شهر تنزَّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامٌ هي حتى مطلع الفجر إنها أيها القائمون المُتهجِّدون الليلةُ التي تتنزَّل فيها الملائكة حتى تكون أكثرَ في الأرض من عدد الحصار إنها الليلة التي من قامها إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وأرجحُ الأقوال عباد الله في وقتها أنها في الوتر من العشر الأواخر وأنها تتنقَّل وأرجَى أوتار العشر عند الجمهور ليلةُ سبعٍ وعشرين كما نصَّ على ذلك الحافظُ بن حجر رحمه الله غير أن القول بتنقُّلها بين ليالي أوتار العشر هو القول الراجِح إن شاء الله جمعًا بين الأخبار فينبغي على المُسلم أن يجتهد في هذه العشر كلِّها قال أهلُ العلم وإنما أخفى الله عزَّ وجل موعدَ هذه الليلة ليجتهد العبادُ في العبادة وكي لا يتَّكِلوا على فضلها ويُقصِّروا في غيرها فأراد منهم الجدَّ في العمل أبدا إنها عباد الله ليلةٌ تجري فيها أقلام القضاء بإسعاد السُعداء وشقاء الأشقياء فيها يُفرَقوا كلُّ أمرٍ حكيم فتحرَّوها عباد الله في الليلتين الباقيتين من الأوتار لعلَّ الله أن يمنَّ عليكم بقيامها إيمانًا واحتسابًا فيغفر لكم ما تقدَّم من ذنوبكم ويُعتِقَكم من النار بمنِّه وكرمِه وقد ورد في السُنن عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمتُ أيَّ ليلةٍ هي ليلةُ القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفوٌّ تُحِبُّ العفو فاعفُ عني أخرجه الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح شهرٌ تنزَّل أملاكُ السماء به إلى صبيحته لم تُثنيها العِلَلُّ فليلةُ القدر خيرٌ لَوْ ظَفِرْتَ بِهَا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَأَجِرٌ مَا لَهُ مَثَلُّ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الدنيا كلُّها كلمحة برقٍ أو غنضة عين فكيف بأيامٍ وليالٍ معدودات وكيف بالثلُث الأخير منها وما بقي منه فالوقت قصير لا يحتمل التقصير وهذه الأيام السعيدات والليالي المُباركات قد ذهب جُلُّها وأسناها وبقي خاتمتُها وأرجاها فات معظمُها وبقي أعظمُها وأكثر الشهر قد ذهب وما بقي منه أغلى من الذهب وقد فاز وسعِد بإذن الله من وفِّق لقيامها وعمل الصالحات فيها والقُربات ومن تثاقَلَ وتوانَى فليُبادِر فيما بقي وليُحيي ليله قائمًا قانِتًا راكِعًا ساجِدًا لعلَّه أن يلحقَ الركبَ الأولى ويفوزَ بالقبول والرضَى ففي ليلها يحمدُ القومُ السُّرَى فقم الليلَ اصطِبارًا وتزوَّد للمعادي واقترب واسجُد مرارًا واجتنِب طولَ الرُّقاد أمة الصيام والقيام وما هي إلا أيامٌ قليلة حتى نُودِّع ذلكم الموثِم الكريم فقد قُوِّضُت خيامُه وتصرَّمَت أيامُه وأزِفَ رحيلُه ولم يبقَ إلا قليلُه وإن قلوب الصالحين ونفوسَهم إلى هذا الشهر تحِن ومن ألمِ فراقِه تَئِن كيفَ لا؟ وقد عاشوا فيه أجملَ الأوقات وأسعدَ اللحظات حيث تُسكبُ العبرات وتُرفعُ الدعوات إلى ربِّ الأرض والسماوات فتتنزَّل الرحمات وتُمحَى الخطايا وتُبدَّل السيئاتُ حسنات وتُعتقُ الرِّقابُ من النيران والدركات وتُرفعُ الدرجات في أعالي الجنات كيفَ لا تتألَّمُ قلوبُ المحبِّين الوالِهين على فراقِه سينقضي هذا الشهرُ الكريمُ بعد أيام وقد أحسنَ فيه أناسٌ وأساءَ آخرون وهو شاهدٌ لنا أو علينا شاهدٌ للمشمِّر بصيامِه وقيامِه وبرِّه وإحسانِه وعلى المُقصِّر بغفلته وإعراضِه وشُحِّه وعصيانِه ولا ندري ولا ندري هل ندركُه مرةً أخرى أم يحولُ بيننا وبينه هادمُ اللذَّات ومفرِّقُ الجماعات فالسعيدُ في هذا الشهر من وفِّقَ لإتمام العمل وإخلاصِه ومحاسبة النفس والاستغفار والتوبة النصوح في ختامه فيا عينُ جودي بالدمع من أسفٍ على فراق ليالٍ ذات أنواري على ليالٍ لشهر الصوم ما جُعِلَت إلا لتمحيص آثامٍ وأوزاري إن ربَّكم الجواد الكريم يُفيض من جوده وكرمه على عبادِه الصائمين القائمين في ختام الشهر فيُعتِقُ من شاء منهم بمنِّه وكرمه من النار وقد وردَ أن الله يغفِر لعبادِه الصائمين في آخر ليلةٍ من رمضان فما أعظم فضل الله على خلقِه وما أوسعَ رحمته بعبادِه فأرُوا الله من أنفُسِكم خيرًا وطوبَى ثم طوبَى لمن اغتُفِرت زلَّته وتُقُبِّلَت توبَته وأُقِيلَت عثرتُه ويا بُؤسَ مُذنِبٍ لم تُغفَر زلَّته ولم تُمْحَجَرِيرَته فقد رغِمَ أنفُه وعظُمَ جُرْمُه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رغِم أنفُ رجُلٍ دخلَ عليه رمضان ثمَّ انسلَخَ قبلَ أن يُغفَرَ له أخرجَه الترمذيُّ في السنن تصرَّم الشهر ولهفاهُ وانهدَمَ واختصَ بالفوز بالجنات من خدمَ وأصبَحَ الغافِلُ المسكينُ مُنكسِرًا مِنَّ فيا ويحَهُ يا عُظمَ ما حُرِمَ من فاتَهُ الزرعُ في وقتِ البذارِ فما تراهُ يحصِدُ إلا الهمَّ والنَّدمَ أيها الصائمون القائمون يا من استجبتم لربكم في صيامكم وقيامكم استجيبُوا له في سائر أعمالكم وفي كل أيامكم أما آنَ لنا عبادَ الله أما آنَ لنا عبادَ الله أن تخشَعَ لذكر الله القلوب وتتوحَّدَ على صراط الله الدُّروب وتُتلافَى عن المُجتمعات العُيوب وتنتهِي بين الأشِقَّاء العداوات والحُروب فتجتمِعُ القلوب وتنتهِي الفتنُ والخُطوب فاتَّقوا الله يا إخوة الإسلام وحاسِبُوا أنفسَكم وانظُروا بجدٍّ في أمرِكم وتذكَّروا بوجَلٍ ما أمامَكم واستمِرُّوا على طاعة ربِّكم فبادِروا خواتيمَ شهرِكم بالأعمال الصالِحة واغتنِمُوها واستبِقُوها بالطاعات والبرور وبالشُكر والدُعاء والتكبير اختَتِيمُوها فالأعمالُ بالخواتيم فالأعمالُ بالخواتيم ولتُكمِلُوا العِدَّة ولتُكَبِّرُوا الله على ما هداكم ولعَلَّكم تَشكُرُون بارَكَ الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعَني وإياكم بهدي سيِّد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفِرُ الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من جميع الذنوب والخطيئات فاستغفِرُوه وتوبُوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات وبرحمته تُنالُ أعالي الجنَّات أحمدُه سبحانه على إحسانه وأشكُرُه على توفيقه وامتِنانه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه سبحانه وأشهدُ أن محمدًا عبدُ الله ورسولُه الداعي إلى رضوانِه صلى الله وسلم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأعوانه أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا رحمكم الله أن الله شرعَ لكم في خِتام شهركم أعمالًا عظيمة تسُدُّ الخلل وتجبرُ النقص وتكمِّلُ التقصير وتزيدُ في الأجر والخير ومما شرعَ لكم في خِتام شهركم زكاةَ الفطر شُكراً لله على التوفيق للصيام والقيام وطُهرةً للصائم من اللغو والرفذ وطُعمةً للمساكين وتحريكًا لمشاعر الأخوة والأُلفة بين المُسلمين الأغنياء والفُقراء وهي صاعٌ من طعامٍ من بُرِّ أو نحوِه من قوتِ البلد كالأرُزِّ ونحوِه ويجبُ إخراجُها عن الكبير والصغير والذكر والأنثى والحُرِّ والعبد ويُستحبُّ إخراجُها عن الحمل في بطن أمه والأفضلُ أن يُخرِجَها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد وإن أخرجَها قبل العيد بيومٍ أو يومين فلا حرَج والسُنَّةُ أن يُخرِجَها طعامًا كما هي سُنَّةُ المُصطفى صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله عباد الله وأدُّوا زكاة الفطر طيبةً بها نفوسُكم وادفعُوها إلى مُستحقِّيها من الفُقراء والمساكين ونحوهم وراقِبوا الله فيها وقتًا وقدرًا ونوعًا ومصرفًا واعلمُوا رحمكم الله أن المولى تعالى شرعَ لكم التكبير عند إكمال العِدَّة وشرعَ لكم صلاة العيد ابتِهاجًا بيوم الجوائز السعيد فأقبلُوا على صلاتِكم بكل طيِّبٍ من اللباس وجديد وأظهرُوا نعمة الله عليكم بالإحسان والشُكر فالشُكرُ بريدُ المزيد واجتهِدُوا في دُعاء العزيز الحميد واسألوه جلَّ جلاله صلاحَ أحوال المُسلمين وتوفيقَهم في أمور الدنيا والدين هذا وإننا لننهجُ بالشُكر والثناء للمولى جل وعلا على ما وفَّق إليه ولاة أمرنا حفِظهم الله من رعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما وعلى ما نعِم به المُعتمرون والزائرون من أجواءٍ إيمانية وبيئةٍ تعبُّديَّة يحُفُّها الأمنُ والأمان والسكينةُ والاطمئنان وسط منظومةٍ متكاملة من الخدمات الجليلة فجزَى الله خادِمَ الحرمين الشريفين ووليَّ عهدِه الأمين ورجال أمننا والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين خير الجزاء وأوفاه هذا وصلُّوا وسلِّموا رحمكم الله على أفضل الصائمين والقائمين نبيِّنا محمد بن عبد الله سيِّد الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمةً للعالمين فقد أمركم بذلك ربُّكم فقال تعالى قولًا كريمًا إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبيِّنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكرٍ وعمرَ وعُثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين وحمِ حوزة الدين وسلِّم المعتمرين والقاصدين والزائرين واجعل هذا البلد آمنًا مُطمئنًا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمِنَّا في أوطاننا ووفِّق إمَّتنا وولاة أمرنا وأيِّد بالحق والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا اللهم موفِّق إمامنا خادم الحرمين الشريفين ووليَّ عهده إلى ما فيه عزُّ الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد واجزهما خير الجزاء كفاء ما يُقدِّمان من خدماتٍ جليلة للحرمين الشريفين وقاصدهما اللهم وفِّق جميع أولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيِّك صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا ووفِّق رجال أمننا واجزهم خيرًا على ما قدَّموا للمعتمرين والقاصدين والزائرين اللهم وفِّق المرابطين على ثُغورنا وحدودنا وانصُرهم نصرًا مُؤزَّرًا وتقبَّل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وسدِّد رأيهم ورميهم وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألِّف بين قلوبهم وأصلِح ذات بينهم وأهدهم سُبُل السلام وجنِّبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وأصلِح أحوالهم واحقِن دماءهم وكل المُستضعفين في كل مكان وفرِّج همَّ المهمومين ونفِّس كربَ المكروبين واقضِ الدَّينَ عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضَ المسلمين اللهم كل إخواننا في فلسطين اللهم كل إخواننا في فلسطين وانصُرهم على الغاصِبين المُحتلِّين المُعتدين اللهم احفَظ المسجد الأقصى اللهم احفَظ المسجد الأقصى وأعلي بنيانه وقوِّ أركانه واجعله شامِخًا عزيزًا إلى يوم الدين واحفَظ مُقدَّسات المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المُعتدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغِله بنفسِه ورُدَّ كيدَه في نحرِه واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدُّعَى اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسُنَّة يا ذا العطاء والفضل والمنَّة اللهم اصرف عنا شرَّ الأشرار وكيد الفُجَّار وشرَّ طوارِق الليل والنهار يا عزيز يا غفَّار اللهم إنك عفوٌ تُحِبُّ العفو فاعفُ عنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اجعلنا ممن يُوفَّق لقيام ليلة القدر فيُكتب له عظيم المثوبة والأجر ويمحى عنه كل ذنبٍ ووزر اللهم اكتُبنا من عُتقائك من النار اللهم أعِد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة ونحن في خيرٍ وصحةٍ وحياةٍ سعيدة اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمُرنا إلى خير واجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا القاك واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً ووقنا عذاب النار ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدين ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات اللهم لا تردَّنا خائبين ولا من رحمتك محومين ولا عن بابك مطرودين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطورسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أهدا الله أكبر أهدا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القادر وما أدراك ما ليلة القادر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل آمر سلام هي حتى مطلع الفاجر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذ الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله